السلام عليكم ومرحبا بكم مع اي من جديد على قناتكم على الميار اتمنى تكونوا بصحة جيدة في افضل احوال في الفيديو ديال اليوم غدي نتقسم معكم عدلة وندخمي بمدق الحامض والشوكولات مع طبقتين من الجنواز بتزين اللي راقي وبسيط اولا كان مغي نشكركم بزاف على التعاليق الايجابية ديالكم اللي كدخلي ولي اولا الرسائل في الخاص على هاد الانقطاع او لهاد المودة اللي كنت غيبة فيها على اليوتيوب فان الحمد لله بفضل تجيه ديالكم غادي رجع معكم بوصفات وفيديو اجداد في هاد الوامين اولا المجال ديال الباتيسري فانا كيفما جدوا في الاول كانت عندنا انطخمي كاملة وكذلك عندنا اللي تخونش او اللي القيطة عن الباتيسري حتى هما بنفس الماداق ففي الفيديو غادي نتقسم معكم جميع الاسرار والنصائح باش تنتم تنجح معكم هاد الانطخمي وتحضروها باسهل طريقة في المنزل ديالكم فكنتمنى ان الفيديو ديالو من الاعجاب لا تنسونيش من التعليق واللايك ديالكم اذا كنت اول مرة تطور القناة فما تنسوش انكم تشتركوا معنا بالضغط على الزير الاحمار نخليكم معها تتمد الفيديو وفرجة ممتعة نبدأ على البركاتي الى اول حاجة غادي نحتاجوا الجنواز اللي سبقتوا تشاركتها معكم في فيديو مفصل غادي نخليكم الرابط تحت في صندوق الوصف غادي نحتاجوا كذلك كسيروا بمدق الحامض اللي كان نحتاج فيه نصف غاز نتع سكر سنيدة مع نصف غاز الماء نخليهم حتى تطلع فيهم الغلية وكرميو فيهم وحطروا نجد الحامض بعد ما كان قاد الجنواز في الايطار القيز دياله 25 سنتيم الى 25 سنتيم نشربها مزيان بالسيرو ما كان كتروهش لان اصلا الجنواز كانت تكون عندنا خفيفة وشيشة كنديرو حتى الكيمية متوسطة من السيرو بعد نخليوه على جانب وندوزه مباشرة نحضره الطبقة التانية اللي هي القاناش نحتاج فيه 150 قرام متاع الكريمة السائلة ممكن تستعمله بسكر او اللي بلا سكر مشي مشكلة ندير معه 20 قرام ديال القليكوز نخليوهم على جانب حتى تصخل الكريمة مزيان ونقعد اللي كان ناخد 180 قرام متاع الشوكولات تانوية جيدة مع 20 قرام ديال زبدة حتى وما كان دوبهم في واحد البماغي ومباشرة نضيفوه على الكريمة اللي كانت تكون سخنات قرام الشوكولات ما تخليوه حتى تغلي غير تسخن كيدو فيها القليكوز وكان نضيفوه الشوكولات كان نحركوه مزيان بها الطريقة ما كان نحركوش بوحد شكل شوائي كان نحركو من الوسط ونحن نكبروه الدائرة حتى كان نحصلو على واحد اللي كانت تكون ليس وفيها واحد اللي مع اللي زوينة بزاف فكن نخليها تبرتقلة من واحد خمسات دقائق وكان نجي مباشرا نضيفوه على طبقة الاولى ديال الجينواز فانا يمكن انكم تضيفوه القرقاء او اي حاجة اللي تعطيكم القرمشة بحل اللوز كاراميليزي فعلى حسب رغبة ديالكم هنا هدي كانت عندي كومنت ما كانوش باغين فيها الطبقة المقرمشة فلذلك ما مستملتاش هناك نحاول الالاني الايطالي لطبقة ديال لغاناج كتكون واحد للطبقة او لوحد لكوش اللي كتكون خفيفة فالغاناج حاولو انكم تصرحوها بسرعة لانضغية كتشت فرصة ونضخلها للموج وندسو مباشرا نحضره اللي غدي نحتاج فيها جوج الوريقاتونس ديال الجيلاتين وهنا غدي نفتح واحد القوس بالنسبة الاخوات اللي كيتشكاوم لجيلاتين كيقولوا لي راي الجيلاتين حرام علاش كتسعم لي الجيلاتين اللي هديكم راي الجيلاتين هده اللي كنستعملو احنا هنا في المغرب راح حلال كيكون مستخلص من النباتات او الا من الابقار ماشي ديال الخينزير اللي كيتباع برا او الا الاخوات اللي سكنين فلوروب ممكن انكم كذلك تعوضوا بالجيلاتين ديال السامك راه كاين كيكون توا بودرة كذلك كينا جيلاتين بودرة نباتي فكيبقى لكم الاختيار ما كانش الفرق بيناتهم راح تهو كيتوفر عند اصحاب حلوية غير وكي يكون زيت شوية في تامن فكنتمنى ان هالفكرة تكون وضحات لكم فهنايا غدي نحتاج جوش ديال بيضات يكون بدرج حارات الغرفة كنضيف ليهم 8 جرام متاع سكر سنيدة وكذلك غدي نحتاجوا 120 جرام للعصير الحامض جميع المقادير كنعطيهم اللي يكون بالقرام باش يسهل عليكم العبار ديالهم بالنسبة الاخوات اللي كي طلبوا مني ان نعطيهم المقادير بالكاس فرفاش كتنكون خدمة انتخومي لطار اولا ليا شخصيا راه كنعطيكم المقادير كيكون عندي لقطة باش نعبر المقادير بالميزة ونولي نعطيهم لكم بالكاس وخاكا نغامر معكم لان الكيسان كتختلف غير كاس اللي انبارة فيه شي جوج القياسات او لا ثلاثة فممكنش انك انتي تشري القوام ونعطيك انا واحد العبارة اولا تجي تطبقي الوصفة او في الاخر ما تتقش معاك انت ما انا اعطيك وصفة غالطة وورا الغالط كي يكون غير في العبارات ومن الافضل انكم تاخدوا 100 زر يبدأ من 50 درهم وممكن كذلك تاخدوا الكيسان دزاج كبار كيكون فيهم القياسات بالميليليتر وكذلك بالقرام راح تهو ماء زويني اتعبري بهم بالقرام وبالسوائل كذلك هنا بعد ما نرجع الخالد الحامض والبدو سنيده على العفية حتى تحصلوا على واحد الكريم انجليز باش كنعرفها وجدات كنهزو بسباتول كندوزو وصبو عدينا ما كيتلاقاش داك الخط كنصفي الجيلاتين ديالي مزيان من الماء وكندوبو في الحرارة ديال الكريم انجليز فاتا نخلي واكت تبريد تقريب الوحد خمسة دقائق كرمي الجيلاتين باش لاموس لانما يجيش فيها الماء داك داكي الجيلاتين مجهد داكي الجيلاتين حاولوا انكم تدوبوها في الكخام او لا شوكولات اللي كي يكون دافئة ما تكونش لكخام او لا شوكولات باشاكا ما كدبنش ديالي كذلك هنا كنضيف واحد خمسان جرام ديال السبدة حيوانية تكون خاصة بالاكل ممكن كذلك تسعملوا السبدة البواطا لما توفرتش عندكم هذه السبدة من نوعية جيدة نحاول ان ندوبوه مع الكريمة نصبها في اينا اخر ونجعلها علاجة ونحتاج الكريمة السائلة فمالافضل تستعملوا كريمة السائلة تكون بسكر في حال النوعية او لا ماجيك هنا نحتاج 250 جرام الكريمة السائلة نصف تطلعها من منطقة تبقى جارية كيف ما تشوفوا فمخصاش شونتية ونضيف الكريمة ونضيف الكريمة حتى تبقى حرارة الغولفة نقسمها على ثلاثة القياسات نضيف الجزء الأول ونحرك من الأسفل لكي لا نبطوش المصر محرك من العبادة ونضيف الكريمة ونضيفه ونضيف الكريمة ونضيفه أموز ونضيفه 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 نضيف الطبقة للموسيتخو نحاول ان ايطاليها بسرعة بطريقة غير كان هالسيركل سوف تحتاج القطعة الثانية للجينواز كما تلاحظوا ان الوجه هو اللي كندره في الاسفل كما تشوفوا باش يبقى الاسفل للجينواز هو اللي غادي نسقيه بالسيرو كنحاول اني نضغط واحد شوية باش يتلبسنها مع الموس مزيان وغادي نسقيها كذلك بالسيرو فهنا بين القوسين بالنسبة للاخوات اللي مبغوش يديروا السيرو فاشك يكون لجوا بارد ممكن انكم تسكتافيوا فقط انكم تسقيوا بالحليب يكون بارد فهدي بين القوسين هنا ممكن انكم تديروا غير طبقة واحدة ديالجينواز فالحسب الرغبة ديالك ونضيف الطبقة الاخيرة من الموس اللي بقالت لينا كنحاول كذلك اني نسرحها بوحدة الكيفية اللي تكون متساوية ونغطع بابير المونطاق ونضخلها ليلة كاملة في الموج الميد الى كانت تلاجة ديالكو مجهده كانت تلاجة يعني ما مجهدهش بزاف فضروري انكم تخليوها يومين خاصة اللي كانت عندكم شي مناسبة فاخصة ضروري تجمد مزيان كانت عندكم تلاجة مجهده فره الليلة ووحدها كتكون كافية فكيف ما كتلاحظو كنحاول اني اللي سلو جه ما امكان وغادي ندخلها للموج الميد بعد مرور ربعة وعشرين ساعة هنا كنحاول اني نهز الايطار تقريبا من واحد ميليمتر فقط ما كنهزوش بساف كنحاول اني نطلع الاعلى كيف ما كتلاحظو باش غادي يبقى لي واحد سطح فين ندير طبقة ديال القلاساش بالنسبة كذلك للقلاساش فرا سبقتو تشاركتو معاكم اكثر من مراكين فيديوية عديدة قلاساش بالقليكوز واللي بالقليكوز واللي بالحالي بمحل موركز واللي بلاش فانتو ما اعزلو اي وصفارك كاملين ناجحين والحمدلالله بالشعادة ديالكم انكم جربتوهم وكان قلاسي به الوجهة الطبقة ما كتكونش تقيلة بزاف كندير واحد طبقة خفيفة كيف ما كتلاحظو ما تكترش القلاساش بشاكية ما كديش ديك تبقى كثيرة او لا غليضة بزاف القلاساش كتكونوا حتى تبقى خفيفة خاصة في هدليزون طحومي اللي كتكون غيلة وجه اللي مقلاسي وجدنا ببينين فكنا نخلي القلاسات حتا كيش الدراسة مزيان مع البرودة ديالون طحومي فراه دغية كيشت البلاسة ديالو ما كيبقىش يتحرك وكيف ما عودتكم على اللي مع القلاساش كي يجي لامع فأي وصفة جربتوها رغتي تحصلوا الى نفس النتيجة انتاع القلاساج هنا بما انه عندي اللون طحومي بمدق الحامض فالقلاساج جدل واحد شوية ديالنك هاد الحامض باش يكون المدق الحامض هو اللي طاغي او لا باين بزاف هاد اللون طحومي كما كتشوفو هنا يا مبعد محية الايطار ضروري كان جيبو واحد سكي اللي كيكون حاد وكانحتاجو اميها دافية كان بقون دوزو فيها السكين وكان قطعو جناب اللون طحومي باش يجيونا مفينين فك اقتراح تاني ممكن انكم تزولوا الايطار وتقلاسيوها كاملة جيلون طحومي كاملة بالقلاساج اصفر فعلى حسب الرغبة ديركم انا على حسب الطلب كانوا بغيين تبقى فقط القلاساج في الوجه فبنسبة لها القياس تقوطر 25 الى 25 يخرج لي عشرة ديال اللي تخونج الحاجم ديرهم الكبير كيف ما غدي تشوفو في الفيديو هنا بالنسبة للتين فكيبقى على حسب الرغبة زينت بحبات ملي ماكارون مع حبات دير لي ميرتين وكذلك شوية ديال فخنبواز وقشور الذهاب اللي كتسولون عليها رام توفر عند الناس اللي كيبيعو لوازم الذهاب وكان هدا هو شكل ديال اللونتخومي كيف ما كتشوفو انا كنخرج معكم اللونتخومي الترجم باش تشوفو في الطوء العادي والاضاءة العادية انا القلاسة جرها كيجي جيد جيد لامع وكان هدا هو الفيديو ديالي وما فكنت من المكل قلبي انا الفيديو ديالي وميكون الاعجاب ديالكم وانا كم تجربو هاد الوصفة حيت فعلا كاتجي جيد جيد رائع انا من عشاق المزيج ديال الحامض مع الشوكولات كيجي واحد لمادق اللي خيالي الناس اللي معزجي اليوم الشوكولات اولى لزونتهم اللي كيجي وحلوين بزاف فهده يرا كاتجي ناقصة بزاف من كيميا ديال الحلوة كيف ما كتشوفو ما استعملش فيها السكر بزاف وكانت منى انكم تجربوها بالليس بلا تلقيت على الفرديين زي وقتهم بالقليل من الماكارون قشور الذهب وكذلك انصاف من نوازيط اولى البندق كانت منى ان الفيديو ديالي ومينا الاعجاب ديالكم ما تبخلوش عليها بالتعليق ديالكم اتلقى في فيديو جديد استودعكم الله اشتركوا في القناة